موسيقى النشرة الاقتصادية من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم بداية وبتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون يشارك وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصاد العالمي وحل الوزير عطاف بالعاصمة السعودية السبت المشاركة في الاجتماع الذي يلتأم في الرياض يومي الأحد والاثنين ويتمحور برنامجه تحت عنوان التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية لمناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية بهدف تشجيع التعاون الدولي متعدد الأطراف لبلورة حلول مشتركة في مواجهة مختلف التحديات الأمنية والتنموية والبيئية حسب بيان للخارجية الجزائرية المصدر ذاته أشار إلى مشاركة مرتقبة للوزير عطاف في جلسة نقاش حول الديناميكيات الجيوسياسية والآثار المترتبة عن الانتقال الطقوي حيث سيعرض دور الجزائر ومساهمتها في ترقية الأمن الطقوي في محيطها الأورو متوسطي هذا وتصدف الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية فعاليات المنتدى لاقتصاد العالمي اليوم وغدا وهي المرة الأولى منذ أكثر من خمسين عاما التي ينتقل فيها مجتمع الاقتصاد العالمي من دافوس ويقام المنتدى الاقتصاد الدولي هذا العام في الرياض تحت شعار التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية بحضور عدد من رؤساء الدول وأكثر من ألف من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية من 92 دولة وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستانيلا جورجيفا أن قوة الدولار ستصعب مهمة الدول في مواجهة معدلات التضخم العالية وأشارت جورجيفا خلال الجلسة الابتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصاد العالمي المنعقد في الرياض أن الأولوية القصوى للدول اليوم هي مقاومة التضخم من خلال اعتماد سياسة مالية ناجعة محذرة في الوقت ذاته من التوترات الجو سياسية التي تؤثر بشكل مباشر على وطيرة النمو العالمي قوة الدولار تجعل مواجهة الدول للتضخم أكثر صعوبة فحتى مع توجه معدلات الفائدة إلى الانخفاضة فإنها لن تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة الصحية الأولويات العاجلة اليوم هي الوصول إلى معدلة تضخم المستهدفة في البلدان التي لا يزال فيها التضخم مرتفعا والتركيز على إعادة بناء الاحتياطات المالية وإيجاد سبل لتعاون بشكل أكبر بين الدول لأن التشردوم يشكل الخطر الأكبر على أفاق نمو الاقتصاد العالمي دعا رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس الشعب الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي إلى توظيف تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في تلبية الاحتياجات التنموية بشكل مستدام والاستثمار فيها لتحقيق رفاهية الإنسان وأمنه وفي مداخلة له في أشغال الاجتماع السادس للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية قال إن اختيار بحث هذا الموضوع من قبل البرلمان العربي جاء منساجما بالنسبة للبرلمان الجزائري مع توجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيتبون الذي يولي كل العناية لبلورة استراتيجية وطنية تؤهل البلاد للتحكم في التكنولوجيات ذات الصلة وإشراك مختلف القطاعات هذه الأدات التكنولوجية التي تسمع لتطوير تقصديات الدول كذلك لها مزاياها كما لها سبياتها ولذلك كانت فيه مناقشة مستفيدة يعتبر الليجان لدين هذه الوحل كل الغاليات لتفعيل وتصريح وتطوير استعمال الذكاء الصناعي في الدول العربية كذلك الاجتماعات كانت خلصة إلى تقصيات للحفاق على خصوصيات الاستعمال العقلاني الاستعمال الرشيد حماية لخصوصيات الدول والمجتمع الأربي أعلن وزير المالية الجزائري العزيز فايد عن تحقيق الجزائر نسبة نمو اقتصادي بلغ 4.1% خلال السنة الماضية فايد في مؤتمر صحفي عقده السبت لعرض مخرجات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي برر ارتفاع نسبة النمو الإجمالي بالأداء المتين لعدة قطعات اقتصادية مشيرا أيضا إلى المؤشرات الإيجابية المحققة بتسجيل فائد في ميزان المدفوعات بأكثر من 6 مليارات ونصف مليار دولار إلى جانب ارتفاع احتياط الصرف الأجنبي إلى 69 مليار دولار بنهاية العام الفارض واستقرار في حجم الدين العام عند 48% من الناتج الداخل الخام فقد سجل النمو الاقتصاد الجزائري خلال سنة 2023 نسبة 4.1% وهي تقريبا نفس النسبة التي توقعها صندوق النقد الدولي ألا وهي 4.2% وظل الوضع الخارجي قويا مع التحقيق فائد في الحساب الجاني لسنة الثانية على التوالي مدعوما جزئيا بالإنفاق العام المرتفع كما أيضا من المتوقع أن يبدأ التضخم في تباطل وسيظل ميزان المدفعات في عام 2023 يسجل فائضا بقدره 6.35 مليار دولار أمريكي وزير المالي الجزائري جدد رفض الجزائر اللجوء إلى خيار الاستدانة الخارجية مؤكدا انحصار المديونية الخارجية للبلاد عند 924 مليون دولار ما يعادل أقل من 1% من الناتج الداخل الخام في حين لا يتجاوز حجم المديونية الداخلية 3 مليارات دولار اثنان منها مستحقة على القطاع الخاص باستطاعتنا التوجه في أي وقت إلى الاستدانة من طرف الهيئة المالية العالمية ولكن الجزائر رفضت منذ السنوات للاستدانة من الخارج هذا قرار سيادي قررنا بالمقابل الاعتماد على مواردنا المالية الداخلية ولهذا مستوى المديوني اليوم لا يتجاوز 3 مليارات دولار عبارة عن دين داخلية مليار دولار دين عمومي ومليارات دولار من القطاع الخاص المجموعة أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي الجزائر مساهمة في رأس مال العديد من البنوك والهيئات المالية العالمية نحن نملك حصة في هذه البنوك وإذا قررنا في يوم من الأيام التوجه إلى الاستدانة الخارجية فسنقطع أقصاطا من مساهماتنا في هذه الهيئات المالية أي أننا سنستدين من موقع قوة وليس ضعف وحول سؤال بخصوص قيمة الدينار الجزائري كشف فايد عن ارتفاعه بنسبة 4.5% مقابل الدولار الأمريكي متوقعا تواصل وطيرة تصاعد قيمة العملة الجزائرية مقابل العملة الخضراء مستقبلا قيمة الدينار الجزائري مقابل دولار أمريكي واليورو فقد ارتفعت قيمة الدينار بنسبة 4.5% مقابل دولار الأمريكي بالأمريكي بمتوسط يعادل 135.6.9 دينار جزائري للدولار الواحد مقارنة ب142 دينار جزائري للدولار في عام 2022 وصلنا إلى ختام النشرة للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الرقمية الضخرة أسفل الشاشة إلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا